كيف عرفنا هذه التربية؟ يعني لو لم يقتل الحسين ما كنا نعرف أن زينب عندها هذا العلم ولا نعرف أن أهل بيت رسول الله عندهم هذا الصبر ولا نعرف الله أكبر من أين خرج هؤلاء؟ من أين أتوا لنا؟ هذا الإيمان وهذا الفهم للابتلاة وهذه الشجاعة وهذا اليقين وهذا اللهم تقبل منا هذا القربان من أين أتوا؟ فلماذا لم ننقل هذا الخير؟ يعني لماذا لا نعرف سير هؤلاء؟ نحن نعرف سيرة من إذا جلد ثلاثين جلد رجع عن قوله وهذه الأحداث وهذه يعني حقيقة خسارة خسارة كبرى التفريطنا في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصة وأن المحبة محبتهم مدام أنهم أمر بها شرعا لا تستطيع أن تحبهم حتى تعرف تعرف أنت لا تحب هواء حتى تعرف الحقائق وتعرف السيرة وتعرف الأقوال وتعرف الإبتلاء وتعرف عمق الإيمان وتعرف عمق التربية كانت تربية الإمام علي والزهراء تربية عميقة في الجذور فهم طبعا هذه التربية يعود الفضل فيها أيضا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه هو رب الجميع هو الذي رب ليس رب حتى لايفا هو رب الجميع هو رب الجميع رب فعل ماضي من يربي فعليت حال الفضل على النبي وعلى أهل البيت الفضل لله وحده بتأييده والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا أنه عرفهم على نفسه أكثر وعلى سننه وعلى قدرته وفهمهم الكتاب والكتاب كان أخدان الكتاب اللي هو القرآن الكريم وفعلا من التجربة يعني لنا تجارب قليلة ضعيفة لا ترتقي إلى هذه لكن نشعر أن فهم النبي تماما وفهم أهل بيته يجعل الإنسان أكثر شجاعة وأكثر قرب من الله وأكثر حبا لله حتى وهو في فضيق والبلاء يكون أكثر محبة لله أن الله اختاره اختاره ليبتليه فلا بد أن يثبت بأنني يا رب أحبك رغم هذا الإبتلا ورغم هذا التشريد هذا المؤمن هذا المؤمن المؤمنون الكبار ليس كإيماننا طبعا أنا أتحدث عن نفسي إيماني ضعيف ما أدري المشاهدون إن شاء الله فيهم إيمان رائع و كبير